السلام عليكم اهلا وسهلا كانت منها تكونوا بخير وعلى خير يلقاكم الفيديو وانتم في احسن الاحوال مع اختراحات الحلويات العيد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طابلي اللي كنت نخرج في كوموند اللي يجيزون بزافه شيش ومقرمش مع جميع الاسرار وكان اعتادر ان انا غبت عليكم ولكن ماشي الخاطر يغيصو طغاعتكم الخبار الحمد لله على كل حال اول حاجة قبيصة دي الملحة دائما لتصحى انا احتداء الزبدة انا استعمل الزبدة المارغارين كيف تأخذ الزبدة المارغارين غير عادية اقوم بعمل 30 دلم الكيلو انا اضعت الزبدة مع قبيصة الملحة اضعت كاس بلعبار الكاس انا اضعت سكر سانيدة لتقوم بعمل سكر سانيدة بيجيزين الفقاس اضعت مقرمش اضعت سكر سكيل او سكر غلاسي اضعت زبدة لوتس اضعت زبدة لديك اضعت 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 الكراميل وفي نفس الوقت اضعت لكم لون كيف سكر اضعت الزبدة وقبيصة الملحة اضعت الزبدة اضعت 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 الزبدة اضعت الزبدة اضعت الزبدة اضعت اضعت الزبدة اضعت الزبدة اضعت الهدفة غلقة سكر اضعت الزبدة اضعت السكر اضعت الزبدة اضعت انا بالنسبة للحلويات رغم انني كن كن شد العبار في الدول لكن دائما كن خدم كما قد لكم كمبتدي لان اذا درنا الدقيق دفعة واحدة اكيد دائما الحجم دي البيض كيختلف وبالنسبة للدقيق حتى او كيختلف اذا كنتو كتبتلوها كاف النوعية او كيختلف لكن الدقيق اللي ضغية كيتشرب يعني كتحتاجي واحد كيمياء اللي قليلة وكيتشرب بسرعة كين دقيق اللي ما كيتشرب شكتبقي كتزيدي وبالنسبة للخلط كيبقى محتاج انه الدقيق صافي كان خدمنا المكونات وكان حاول انني ما كان عجنش كيف ما لاحظو غي كان بالاطراف دير اصابيع ديالي كان حاول انني غي انا هنا اراكيبا لكم مسرع لانني مسرع المونتاج هكا باش ميجيكمش الفيديو ويطويل كسر من القياس صافي قدرت الدقيق جمعة العجين بالنسبة لاخوة لغسوني الخميرة صافي ما كان خدموش نهائيا بالخميرة ديال الحلويات ما كان ديرهش نهائيا وصراحة هذا احسن صافي انك ممكن تجربي حتى العجينة ممكن انك تخليها تبات ليلة كاملة ما تخافيش نهائيا منها هنا غادي ناخد سلوفان غادي نحاول انني غادي لبس هذه العجينة ديالي او نغطيها مزيان او ديرها في بلاستيك اللي متوفر وغادي نخليها ترتاح على الاقل نصف ساعة كيف ما انا خليتها ترتاحات نصف ساعة في الثلاجة باش هكا كتتجمع وكتجيكم سهلة في الخدمة بالنسبة لعجينة احاول انكم ما تقصواش بالزيف وفي نفس الوقت ما تلصقش لكم في اديكم يلا قصتحتوها ما اللي غادي سبغيوها كي يعني تشكلو الصابلي ديالكم غادي بقاكي تفارسط لكم صافي هنا يا غطيتها مزيان دخلتها كيف ما قتلكم كلكم كلكم ندخلوها حتى اذا كنتو زربانين دخلوها المجمد تقرب المجمد واحد ربع ساعة باش هكا كتقبض فراسة من نسبة العجينة من اللي كان خليها كتر سحرة كتلق لنا الزيت ما تخافوش نهائيا خصوصا اذا خليتها باتت كتلق الزيت كتير ما تخافوش منها نهائيا كتباليكم العجين انها كتفرتت هذه هي عجين تصابلي ناجحة كتاخدوها كبلاستيك ولكيف ما اخديت انا ورق الفرن كان حاول احتيش انا عندي ورق الفرن هذا من الحجم الكبير انتو ما عندكمش يعني ديروا واحد فقه من واحد او ديروا البلاستيك حتى البلاستيك من الاحسن غير انا سطح العمال اللي كان دير البلاستيك كيبكي قيد دلق ليه بزاف كتر من هاد الورق ذك شعليش كنستعمل هادا كيجيني سهل صافي كنحاول انني كنصرح بالمدلك كيف مما لاحظتو كنصرحو بالنسبة للقياس او الحجم جيل السطابلي اذا كنتو غادي تلاسقو وحدة مع وحدة ضروري ما كديروها كرقيق باش كيجي ازوين وكيجي حلو حتى في الشوفة ما كنتوش غادي تلاسقو وكتخليو شي شوية كيكون غليد وكيكون بين ماشي غليد بزاف ولكن غيشي شوية صافي كنصرح وكنحاول انني كنديرات الحركة بالمدلك هكا باش كيجي الوجه مستوي وكيجي مقاعد تماما كيف ملاحتو هكا باش انتي اذا كان عندك شي تكماش في العجينة كيتسرح وفلنفس الوقت اذا كانت العجينة ما مقداش يعني كان شي غليد وشي يرقيق كيجي مقاعد هانتو ما كيف ملاحتو طافي وكان بقاك نشكر فيها بريس بلدو كجوانب كيبالي هكا كما مقاعدين ش عادي هدي عجين تصابلي وكان نطبع هكا بالمطابع انا سرحت عجينة واحدة وشدرت بها هكا دو كنتيبعات اللي غادي نخدم بهم باش هكا غادي نوريكم المهم ان كيف ما غادي تلاحظو في الفيديو كناخد المطبع كنديرو في الدقيق كنسوس من دقيق باش ما نديرش دقيق كتير في العجينة لان هادك الكيمية اللي زيدت العجينة اللي غادي نجمعه وكان بقا نجمع في العجينة كلها هدي تقصح لي اخر عجينة لهذا كندير في الدقيق لانها طوابع كي لسقو وكنسوس كيف ما لحتو وكنشكل كنورك اعلى المطبع قبل كف ديالي ديال ما كان حركش نهائيا لمطبع لان اذا بقيتو كتحركو كتزعزعو فيه ثم كتحاولو ان كتصغروا السابلي ديالكم وكتقولو على السابلي ديالنه كي صغر ووكي صغر من طريقة تشكيل ديالو هنا ما كانش بدر الدقيق مزيان او الصقات لي هاد المطابع خصوصا بديه بلاستيك ضروري كي يبغيوا الدقيق هنا خليت الدقيق حدايا كلما كنبغي هكا يبغي نشكلها كحبة السابلي كندير في الدقيق كيف ما اكتليكم لاحظو كان حاول انني كندير ولكف ديالي ديالي ما كان حرك لهاكا لهاكا نعمر لي الكلام لتطبع الصابل من الطعام لاني انا كان يجب ان تحرق و يجب ان تزعزع و تجمع لكم سوف نحاول اني كن حاول انكم تسوسوا هكا دقيق لانها الزوائد ملي كانت جمع ونعودوا في يوم جمع ونعودوا في يوم اخير عجينة تقدر تلصق لكم راه هاد الكيمية ما شاء الله ديال ميا وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة راه كتخرج كيمية اللي ما شاء الله انا بالنسبة لي هنا اليوم ما غديش ندير صاب لي اللاسقو لهذا درتش الحجم ديال وهكا شي شوية يكون بين عينيكم ميزالكم غير ما تغلوشاني بزاف لانا هو خام فيه ش الخميرة ركيت ضاعف الحجم ديالو لانا فيه مكونات اللي كتخلي لناك الصابلي تضاعف الحجم ديالو بالنسبة لذوق الجوانب محاول ان نحاول اني كنحيكدون باش كيمي يغتصي الاحب باكع بكل سهولة احسن طريقة انه إما البلاستيك إما اذا خطبتها كورق الفرن كتازو ورقة الفرن كتازو ورقة الفرن و كتحاول ان الحب الان يدقيقه اكرمها وكتحطوها في صفيحة كنتم مقدرتوش على هاد الطريقة حاولوا انكم تاخدوها كيان واحد ستاتيلا وتحاولوا انكم تهزو بها الحبة ديال الصابلي وتحطوه مباشرة في الصافيحة بالنسبة لطياب ديالو كنشعل الفران ملفوق وملتحت سخون هذا الفران ديالقاز لانه دائمين الحلوية انا كنطيبه فران ديالقاز حتى يسخن تماما من بعد من كنبغي ندخل الصافيحة ديال الصابلي كنحاول انني كنطفي الفران ملفوق وبالنسبة العافية ملتحت كننقصها عافية اللي كتكون متوسطة حتى المهيلة كندخل الصابلي ديالي حتى يدرتو مهيلة ايكون مل احسن في نفس الوقت كيتابع العافية مهيلة كياخد اللي كيكون محمره زوين وفي نفس الوقت كيتقرمش لكم من بره ومن الداخل صافي من بعد ما كيتطيب ليها كمل ملتحت كان حاول اني كنحمره شي شوية ملفوق وتقريبا انا ملي كيطيب ليها ملتحت بنسبة الفران ديالي ملي كيطيب ملتحت كيتحمر حتى ملفوق ما كان حتاش نيائيا شعل علي حاولوا انكم تخليوا في واحد لويل كيكون مذهبوا كيكون زوين ما تحمروش كسر من القياس بالنسبة الصابلي صافي هنا بنيسبة كتزيين اختارت اني لتزيين هالتزيين كان كيكون مطلوب عندي بزاف لكم ومضل انه صراحة كيجي زوين حتى في الشوفة اخديت هنا يا هاد المول ديال السيليكون هاد الكيكون تقرب انت من دياله ما غاليش ولكن والله ما اعقل بش حلش يشون هنا وعندي وحد المودة كبيرة اخديت هنا الشوكولة بيضاء انا كنخدم بقالة ارخص حاجة واحسن حاجة بالنسبة لتزيين ديال الصابلي ما كان ديال لازيت لوالو كان حاول اني كنديرها كف واحد زلافة كيف ملحتو كندير كاسرون فيها لما من التحت وكندوبو وكانخدم به عندي هنا البستاج عندي اللوز وكل حبك نقسمها على جوش في الوقت سيتقام عليك اقتصادي ديال انتها تبيعي وفي الوقت سباش ماتتقليش هذه الحبة ديال الشوكولة وهذه المكسرات هي بطولة تحت عندي الورد البلدي حتى هو كيجي زوين او عندكم هاد الورد هذا حتى هو رخصها كياب الاكل كندير حبوب ديال الخشخاش هكا من الفوق وكندير حتى رقائق الدورة كيعجبوني صراحة فتازين انا دائما كناخدهم تعجبوني هكا فتازين وما ليسا عندي بلك هاد الكارامير في موحد انك هاللي زوينة صافيك نديرها كامل الفوقي في ملاحته هذا هو التزين العادي بالنسبة لي انا صارحة كان نصح الاخوات اذا كانوا كيخدموا لي كوموند بالنسبة للحويجات ديال الشوكولة احاول انكم يعني تحضروا معلات في ساعة ما كيخسروش نهائيا تقديها كوحدة كمية الكبيرة تديرها كف علب لك تكون محكمة الاغلاق وديرها في المجمدة كباش ما تشرب لك تاريحة حتى ملك تكون الاخت هكا بغت عندك شي كوموند كيكون عندك تزين موجود يعني كل شي موجود بالنسبة للعجيلة ما غاجبش نهائيا صعيبة تقديد غيات غيات توجديها هكا باش ما تضيعيش كليان ديالك نهائيا كيكون هدو شكلهم كيف ملاحطوا ديال الشكلات شكلهم كيجيزوين غيف الشوفاء صراحة كيجيزوين بزاف ورا ما فيش مكونات بزاف ديال المكسطارات رات تقديدوا تحتاجوا واحد العشرة ديال الحبات تقريبا كيف ما درت انفذ الكيمية يعني كل الوزة كان نقسمها على جوج كل البستاجة هذا البستاج الخاصة كبالحالويات كان نقسمه على جوج صافي هنا بالنسبة لي هدو شكل هدو يتيعجبني بزاف اذا كان عندكم ما كانش يمكن لكم انكم متوفر لكم ما كتاخدو هاد الشي رادة بولا كله رخيص في اللورة كان غالي بولا رخيص بزاف هاد الشي لانه كان خارج واحد لمدة أخذ الشوكولات كيفما قدت لكم قالا كان حاول ان انا كان وزعم جيدا تشكل كي تتخدم هكا كي تتخدم هكا بسطاتيوه لكن حاول انني كان حيض هدو الزوائد ديال الشوكولات المهمة عندي ان الكمية ديال الشوكولات الابيض دخلي هكا في هدو الزواقه هدو الزواقه هدو بحل شكل جليج ديال المغربه ديال ناكي ديال صراحة في الشوفه زوينه بزاف ورا ما فيه مش الخدمة نهائيا انا بالنسبة لي هاد التزيين درتوه نهار والعجينة حاولت انني نديرها نهار يعني بالنسبة ل هاد الشوكولات درتوه في نهار درتوهم في علب وحتفت بهم وبالنسبة للعجينة حاولت انني عجنتها هكا بنهار هكا ما تغربتني ايه اين في الواقص انا غريب حكم الظروف الصحية صراحة هلا يوريكم بس هاد الاسبوع اللهم ولكن الحمداز تعاليا اما هاد السابري ركنت غادي نلوحه لكم تقريبا هادشي خمس ايام ولكن يلا كتاب الحمدو اللي عمل لي الصوت ديالي ولي تشويه قدرت انني ندوي حاولت انني ندير لكم هكا المونتاج باش انني ان شاء الله باقي الوقت باش تصوبوا هكا حالويات صافي كان حاول انني كيف ملاحطو هاد السيليكون عندو هكا الحاجة اللي كتغطيه من الفوق وكان حاول انني كنعمرها هكا بالشوكولات الاسود بالنسبة للشوكولات انا خدمت غيب غالة كيف مما قلت لكم انا كيتعجبني الخدمة ديالغالة في السابلي بالنسبة للصيف بالنسبة لخدمت غالة يعني في الصيف احاول انكم مضيفوش لا زيت هذا بالنسبة للاخوات اللي كي يضيفو الزيت اما انا ما كان نضيفوش كان خدم بي كيف مكلكم كيف مما هو وبالنسبة للشوكولات دائما مليتا نخدموه كان حاول ان السيليكون كان دور وكان قبط الشوكولات من التحت ما كان قبطوش من الوجه باش كنخلي ديك اللمعه كتكون زوينه وكي يجيني السابلي دياني مفيني ما يجينيش دك الشوكولاتها كي مكي يجيش زوينه كيف مما لاحظته هذا هو التزيين بالنسبة للتزيين الثاني اللي غادي ندير هكا في هذا السابلي هاد السيليكون تهو والله مع قلب شحل شريته انا عندي اكتر من خمس سنين ولكن اللي غا نقول لكم انه كي يجي زوين في التزيين وفي نفس الوقت اراها رخيص معي تقدي تقدي توقوش من الوقت وما حتى الوحدة تنشر درهم قبلا لكان كيدير ما بين 60 حتى ال70 درهم من يالله خرجوا دبر رخاصة بزيف هذا هو التزيين كيف ملاحته كي يجيز وين ورقي في الشوفة وما كي ياخدش لكم كمية دير شيك كتير هي ياخد كمية اللي قليلة هذا هو التزيين اللي غادي ندير حتى أخذيتها كي هاكا الشوكولات وحاولت إلى نعمره في هذا المونتي فهذا دير الشوكولاته كيف ملاحته وحضر الملتح لتجعل اللمعة من الفوق وحاول ان اذا كان هناك زوائد نحيضه و هذا هو الشكل كيف ملحت اللمعة الشوكولات لانني لا نقص من وجه الشوكولات لانه يكون محفظ على اللمعة سوف ندز هنا بالنسبة للتزيين هذا هو الصابلي يجي محمر و يجي زوين ما يجي تديفورماش نهائيا كيف مدخل شي طيب و انا را كانت عندي كالسكر حبيبات شي حبيت اللي غلط صراحة عدبوني ولكن بقيت صبرة كان نخدمهم تقريبا را غل المونتاج انا دائما كان حاول ان انا كان حيدي خليت الفيديو كيف مور تقريبا خصني واحد الساعتين و انا كان دوي را واحد ربوع ساعة ولا اكثر و انا كان نخدم في هذا السكر مع الزبدة شي حبيبات صراحة اللي كان اغلط مدابوش بقيت كان نخدم عطي الصبرة كان نخدم مزيان لان انا عرفت اذا دخلت الصابلي وفيه حبيبات السكر غايضوا بولي فصل الفران و ما غايجينيش نهائيا زوي خديت هنا يا بالنسبة لكم اذا كنتوا غادي سبيعوا الصابلي انا غادي نقولها من هنا لبنات باش الاخوات اللي يبغيوا اعرفوا التامن انا بالنسبة للصابلي محضرة غير ضاري كنتوا غادي سبيعوا هاد الصابلي يعني بهاد الطريقة اللي اعطيتكم اما دي العجينة اما دي التزين كنتوا غادي سبيعوا 100 درهم الكيلو 100 درهم الكيلو عبار لانا نزينها بمكسارات بالنسبة للوز والبيستاجرا ماشي ارخاصين غادي تحاولوا انكم غادي تديروا هنا يا لوز كونكاسي بالنسبة لي انا قدي تغيب لك شي كنتوا غادي تتبيعوا وهو صراحة اللي بيع ديالو هو 100 درهم كيلو عبار لانه في مكونات اللي زوينا وسلعة غلاس كاملة يعني هذا هو الثمن اللي غادي يخرجك ويخرج الكليان بالنسبة لي كيف مكتلكم انا خديت كاو كاو حاولت انه كان عندي يكا شي شوية ماهل مش حاولت انا دائما كان غربلو كان نخليد كل حبيبات يكونوا رقاقين مش يرقاق بزاف هاكي كيجيني تزوين في التزين في الصابلي صراحة وكيجي قد هاداك المنشيف ديال الشوكولة اللي درت قد هادوك الحبيبات هاكي ديال اما لوز اما كوكو كونكاسي ما كيجيوش خارجين باش كيجيكم زوين في الشوفة صافي كان ناخد هنا كيف ملاحظت بنسبة لي انا التلصيق او التعليق اللي درت أسها الحاجة اللي هو الناباج مع القليكوز كان حاول اني دائما كان كتر الناباج على القليكوز وكان نغليهم تماما وكانكها نضيف لهم واحد نكها اللي هي نكهة الناطا تقريبا كاتتخدو غير خمسة دلم وهنكهة الناطا يمكن لكم تضيف واحدة في العجينة ديال السابلي او نكهة البيسكويت كان ناخد هنا بنيسبة لهذا الشكل هادا كان حاول اني كان ناخد كيف ملاحظت وكان دهناكيه بالقليكوز مع القليكوز وكان ديرها كالشوكولة وكان ديرها كالحبيبات ديال العقاق لكي يكون اللون ديال مدهبي باش نفتحها كيا الشوكولة لانه هو اللون دياله اسود سوف يكون هادا والتزين احتاج الشكل اللي على شكل وريده هو دهنت بالناباج ودرتها كايدا كالشوكولة ودرت من الجواني كان ديرها كاكاكاو لكي يكون كاستعدة وشكل نهائي معليكم اللي تجربوه خليولي ارائكم تعاليكم خليتكم على خير شكرا شكرا